السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصفق الخامس الابتداء ان شاء الله النهاردة هنعمل تست ناين من كتاب المعاصر على يونت 5 على الوحدة لخمسة نهاردة ان شاء الله هننتناول تست ناين و تست تن اللي الانتحانين اللي على الوحدة الخمسة بإذن الله في فيديو واحد بذكركم مع قناة إنجريدي أسهل مع ميسة رسامي لسه منضمش لينا ينضم عن طريق الضغط على زر الأحمر سبسكرايب الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس هيوصلك الجديد بتاعنا وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك بنفس اسم القناة متابعة واعجاب بالصفحة وكمان على الانستجرام باسم سارسامي ات 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 ارقام مكتوب الانجليش والاسم مكتوب الانجليش ارقام هي 825 يلا نسمي الله باسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العي العظيم هناخد اول سؤال معنا هو بيقول استمع وضع دائرة هتسمعوني زي ما انتم متعودين معايا كل مرة وكمان هنشوف الاجابة مع بعض في الاخر هنقول مع بعض الكلمات هتبقى اول كلمة تاني كلمة تالت كلمة تاني اخر مرة طيب تعال نشوفهم مع بعض ايه الكلمات هاي زي ما انتم شايفين معنا اول كلمة هتبقى نمبر وان باثر نمبر تو ماذا نمبر سري بلاستر طيب تعالوا شوف السؤال اللي بعده بيقول برضو استمع واكمل هنقول الكلمات مع بعض نمبر وان هتبقى تراي نمبر تو لتل سري ماتش فور جوز تاني تراي لتل ماتش جوز اخر مرة تراي لتل ماتش جوز هنشوفها مع بعض المحادسة بتقول ايه بتقول I am eating fried rice do you want to try عايز تقرب بعضا منها قال له البنت قدت نو سعنكس الولد قال لها come on يالا تعالي just a little فقط حبا قليلي قدت له alright but not too much ولكن مش كتير الولد قال لها do you want some juice عايزة حبة عصير قدت له yes please طيب تعال جوب باك سؤال الاود one بيقول لي هنا ايه بيقول fish crab lobster tiger tiger هي اللي هتبقى مختلفة هنشيلها ونحط بدلها اي حاجة من الاكلات زي rice او beef burger طيب number two هنشيل منها اللمونادة ونحط اي اكلة برضو rice او fish ارز او سمك طيب number three هنتكون لها طبعا موعيد اه طعام breakfast فطار lunch لادا dinner عشا festival هي المختلفة هنشيلها ونحط بدلها آآ هنحط بدلها snack اللي هي الوجبة الخفيفة ما بين الوجبات طيب آآ number four هنشيل letter ونحط بدلها beans اللي هي كلمة الفول آآ او برضو اي وجبة او اكلها من الاكلات طيب number five هنشيل كلمة رولر ونحط بدلها teacher كمهنة من الميع طيب ننتقل بعد كالي السؤال اللي بعده feeling the gaps using the word is in the box طيب ايه الكلمات عندنا هي بيقول لي add the food festival في احتفال الطعام there is much food فيه طعام كتير there is green salad and there is some orange juice عصير بورتقان you can find beef burger some barbecue chicken and many french fries the food is delicious والطعام لذيذة خلصنا مع بعض الجزئية دي تعالوا بقى نشوف جزئية الباسج اول سؤال في الباسج بيقول احمد eats healthy food احمد بيأكل طعام صحي تعالوا كده نشوف الفقرة مكتوب ايه مكتوب ان هي always eats healthy food يبقى true طيب number two احمد likes french fries كاتب هنا ايه he doesn't eat beef burgers or french fries ما بيأكل هاش يبقى false ما بيحبهاش طيب number three احمد plays games at home بيلعب لعب في المنزل number three هتبقى he plays games at school في المدرسة يبقى false يبقى true false طيب تعالوا شوف الاسئلة بيقولي what does احمد like to eat وبيحب ايه عشان ياكله number four هتبقى he always eats healthy food he likes fish vegetables and fruits number five how does احمد go to school ازاي بيروح المدرسة هتبقى he walks to school يبقى on food يبقى مشيا او سيرا على الاقدام طيب السؤال اللي بعده سأر rearrange الترتيب حنرتب نقول what are you eating what are you eating انت بتاكل ايه number two he is going to have spaghetti he is going to have spaghetti number three is she going to have kebab is she going to have kebab number four i am going to have green salad i am going to have green salad تعالوا نشوف بعدك كده السؤال اللي على الصورة اهو الصورة زي ما انت شايفين هنكتب عليها ايه i like potatoes لقيم ما نكتب potatoes d e s لقيم ما نكتب french fries دي او دي اتنزح i have an orange juice انا عندي عصير برتقان i love spaghetti ايه بحب ال spaghetti there is salad في سالطة this is my lunch هذا هو الغدى بتاعي i like it انا احبه طيب البنك تويت هيبقى عندنا طبعا اسراء اسم شخص فلازم ال i capital وفي الاخر full stop هنا اول حرف capital لان ال i هنا جات small فنعملها capital و Monday يوم من ايام الاسبوع لازم يبقى capital او الحرف منه بكده خلصنا مع بعض التست او الامتحان الاولاني هنبدأ ان شاء الله في تست تست تن على unit five هنبدأ ان شاء الله مع بعض تست تن unit five على الوحدة الخامسة هتسمعوني فيه سؤال الليسنينج اللي عليه بيقول ايه اول كلمة هتبقى بلاستر تاني كلمة تارت كلمة تاني بلاستر تايجا دينة بلاستر تايجا دينة نشوفها مع بعض زي ما انت شايفين اهو بلاستر number two tiger three dinner طيب تعالوا نكمل مع بعض نشوف الليسن انتو كومبليت السؤال التاني اللي على الليسنينج برضو بيقول ايه number one هتبقى drinking number two some number three eating number four good تاني اخر مرة اخر مرة دينكينج سام اتن جود تعالوا نشوفها مع بعض واللي مرحقش يسمعها يكرر الجزئة دي تاني ويسمعها تاني بيقول ايه how is your family كيف حال عائلتك ايتلاها رققية ايتلاها زي are fine هما بخير what are you drinking انت تشرب ايه ايتلاها orange juice عصير برتقان ايتلاها try some تجربي حبة it's good ده جميل ايتلاها no saying is what are you eating انت بتاكل ايه ايتلاها fried rice have some please ايتلاها yes it is good طيب تعالوا نشوف بعد كده السؤال number three سؤال القود هنشيل طبعا كلمة salad عشان دي كلها سوائل وعنحط حاجة سائل برضو زي number two هنشيل كلمة لمونادة وعنحط بدلها meat او رايز اكل من الاكلات طيب number three هنشيل delicious ونحط بدلها حاجة من اللي بنستخدمها من ادوات المدرسة زي bin او pencil طبعا زي ما انتم عارفين pencil بتكتب زي bin بالزبط بس في الاخر cil لو هي مش واضحة طيب number four blaster هنشيلها ونحط بدلها cat او dog طيب number five هنشيل car وحنحط dinner نيجي للسؤال الاختياري بيقول what are you eating what are you eating ليه اخترناها عشان عندي are are am او is او are زائد الفعل في ing طب السؤال بيكي ما بينهم الفعل فيبقى are you eating هل انت بتأكل what are you eating ايه اللي انت بتأكله طيب he is going to have kebab he is going to have كباب بتناول او يبقى لديه كباب لازم بعدها الفعل في المصدر طيب i like kebab it's delicious نو لذيذ طيب what are you drinking الاجابة كانت لمونا دا طيب تعالوا ننتقل بعد كده ليه البسج ناخد ثلاث اسئلة مع بعض وبعدين نرجع نبص على الفقرة فيهم ازاي اول حاجة كتبها كان عندها بعض الورق على مكتبها true وعنرجع نفك فقرة نشوف هي true ليه هبه هاز روبر false هبه هاز رولر and a marker true طيب بقى نرجع ليه الفقرة ونشوف الفقرة مكتوبة ازاي فيها الحاجاتي اول حاجة كان عندها بعض الورق على مكتبها هي ما عندهاش ايه طيب ايه كمان i have a ruler and a marker اللي عندها كمان مصطرة واماركر محدد الكلام طيب تعالوا نشوف في السؤال number five four وfive سؤال number four بيقول what does heba have on her finger فيه ايه على صباعها تعالوا كده نشوف موجود ايه موجود number four a blaster she has a blaster on her هنحول الضمير بقى hair finger على صباعها طيب number five تعالوا نشوف فيه number five بيقول where is heba's computer كان ايه الكمبيوتر بتاع heba موجود فين هيبقى on her disk برضو هنحول الضمير ما يبقى hair مكتبها طيب نرجع عن كامل ما بعض بقيت الاسئلة بيقول you rearrange هيبقى i told you so نقولت لك ذلك would you like some biscuits would you like some biscuits what's your mother going to have what's your mother going to have she had lobster for dinner she had lobster for dinner طيب الصورة عندنا زي ما انت شايفين اهي صورة النمر هنقول there is a tiger it's very strong هو هو بيكون قوي it has a long tail ديل طويل the tiger is yellow and black هو هو بيكون اصفر واسود it has two eyes لديه عينان اثنين it has four legs ولديه اربعة ارجل طيب البنك تويت هننعمل هنا حسن اسم شخص يبقى الـ وفي الاخر كويتشام مارك هنا احمد برضو اسم شخص في اي كابيتال وفي الاخر كويتشام مارك كده خلصنا مع بعض امتحانات الا على unit five من كتاب المعاصر دمتم في امان الله